بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والسادة عضاء الأسرة الجميعية عبر الوطن أعزائي طلبة الدكتورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطيب لي أن أحييكم جميعا وأن أبارك لكم سيام شهر رمضان الذين عيشوا نفاحته هذه الأيام وأن أتقدم لكم أنتم أبناء الطلبة الأعزاء بتهاني الحرة بمناسبة نجاحكم في مسابقة الاتحاق بالتكوين في الطور الثالث الدكتورة للسانة الجامعية 2021-2022 وأنتم الناجحون في التكوين الإقامي في العلوم الطبية إننا نرتقي اليوم في هذا الحفل الرمزي الذي جعلناه تقليدا وللمرة الثانية على التوالي لنعلن عن الاتراق الرسمي لدروس التكوين في الطور الثالث بالنسبة للدكتورة والتكوين الإقامي في العلوم الطبية بكل مؤسسات التكوين العالي المؤهلة لهذه التكوينات يتزمن هذا الاحتفال وإحياء بلادنا للذكرية ذكرت يوم العلم المصادف ل16 أبريل من كل سنة وذلك إكراما للعلم ولحملته والذي تولي له الجزائر عناية خاصة نسعي في هذا اليوم المخصص للتقافة والمعرفة لتوفير بيئة مناسبة لأبناء الجزائر الأخيار من أدمغة البلاد بالداخل والخارج من أجل تشجيعهم على البحث والإبداع والتمييز للدفع ببلادنا لمسايرة تطورات العلمية والتكنولوجية العالمية ومواكبة ركب التقدم والاستهار والرقي يسجل السعب الجزائري ومن خلاله السلطات العلية للبلاد دورنا رأي إذن للشيخ عبد الحميد بن باديس ولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وللعلماء الأجلاء في الحفاظ على الهوية الأمة وتوراتها ومكونات الشخصية الوطنية ونجاحه في بناء جيل ساهم بقوة في تفجير طورة الفاتح من نوفمبر 1954 وهو يتطلع اليوم متمسكا بهويته ومعتمدا على طاقته إلى إرساء سياسات ناجعة لتعامل مع إشكالات الحاضر وتحدية الغد تقوم على الاستثمار الحقيقي في الإنسان باكتساب العلم والمعرفة والتحكم في التكنولوجيات وخوض عالم المعلوماتية والاتصالات نحتفي اليوم بهذه المناسبة ونحن نتذكر أعمال وتضحيات هؤلاء الأفداد ونترحم على أرواحهم من أجل الاستلزام منهم مبدأ الإخلاص للدين والوطن وحب العمل والتفاني فيه وروح البحث العلمي والمعرفة سيدات والسادة إنه بفضل تدافر جهود الجميع المؤطرين لهذه المسابقات فقد تمكنتم من إنجاح هذه العملية وذلك بفضلكم أنتم الذين عملتم بروح الفارق الواحد من مدير المؤسسات الجامعية والهيئات العلمية ولجان التكوين في الدكتورة والأساتدى الذين شاركوا من بداية العملية إلى غاية الإعلان عن النتائج في زمن قياسي وكل أعوان الإداريين والتقنيين وهذا بالرغم من جملة التحديات التي وجهتكم وجهتكم في هذه المسابقة وصعوبات تنظيمها في ضل الظروف الصحية التي عشناها ومشاركة أعداد كبيرة من مترشحين في هذه الدورة على غيرار السنة الماضية للسماح لشريح أكبر من الطلابة بالتنافس بغية الضفر بالمراتب الأولى والاندمام بركب الناجحين فلاكم منا كل الشكر والعرفان على مجهوداتكم وعلى حرصكم شديد لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين والتزامكم بالشفافية والنزهة والإنصاف والتمييز بالجدية والسرمة أعزائي الطلبة إن ما ينتظر منكم بعد الفوز بهذه المراتب الأولى هو حملكم لمشعل العلم والمعرفة كما فعل أسلافكم في ضل الجزائر جديدة تسبو إلى الاقتصاد المعرفة وتجعل الجامعة قاطرة للتنمية وخادمة للمحيط الاجتماعي والاقتصادي وللمجتمع على جميع الأسعادة إنكم ستتنقلون من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة إنتاجها ومن هنا أؤكد على ضرورة اعتمادكم وأنتم في بداية مشواركم التكويني على التحري النوعية والجد في إعداد البحوث والأضروحات وتفادي التسرع ومراعاة كل ما تستوجبه هذه المرحلة من السرمة العلمية التي ستساعدكم في اكتساب تقافة علمية واسعة سواء في ميدان التكوين أو في تخصصات أخرى إنكم مطالبون بالتركيز في دراستكم العمل على التحصيل الجيد واستغلال كل الوسائل التي توتحها مؤسسات التعليم العالي لتتمكنوا من أداء دوركم الحقيقي سواء داخل المؤسسة الجامعية والبحثية أو ضمن المحيط الاجتماعي والاقتصادي وأغتنم هذه المناسبة وأكد للهيئات العلمية وليجان التكوين في الدكتوراه على إلاء العناية الكافية لهذا الطور التكويني ومتابعة طالب الدكتوراه طيلة مساره التكويني والتحلي بأقصى درجة الموضوعية والسرمة العلمية في التعامل معه من بداية تسجيله إلى غاية تقييم أعماله ومناقشة أطرحته وفي هذا المجال ونظراً لما يختاده هذا الجانب من شفافية فإنه ينبغي إعطاء أهمية كبيرة لنوعية الأطرحة المقدمة وجودته وعلى نوعية المقال العلمي ولا يبقى الاهتمام مركزاً على المدة التي يقضادها الطالب في إعداد الأطرحة وإخفال جودة المقال العلمي والأطرحة السيدات والسادة إن الإمكانات والتجهيزات والتقنيات والمخابر والأرصد الوتائقية التي أصبح يسخر بها القطاع قد بلغت مستويات مرموقة لم يكن متاحاً للأساتدتنا وطلبتنا فرصة للولوج إليها سوى عبر إفادهم إلى دول أخرى ويعمل القطاع على تتمين استثمارات الدولة في البنية التحتية والهياكل القاعدية والتجهيزات والوسائط العلمية والبيداغوجية من خلال تحضير نص تنظيم جديد لخلق حركية داخلية تتيح للأساتدت والطلبة لاستفادة من أيام تكوينية وعضة العلمية وبدعم مالي مناسب على مجتوى المخابر والمنصات والمكتبات ذات السمعة المؤكدة التي صار يسخر بها القطاع مما سيمكن من إيجاد الأطر والظروف والشروط ضرورية وتمكن أعضاء الأسرة الجمعية من استغلال هذه الاستثمارات بطريقة مشتركة وتعاددية ويسهل على طلبتنا في الدكتورة إنجاز البحوت وإتمامها دون عين إن التكوين في الدكتورة والتكوين الإقامي في العلوم الطبية يندرج ضمن سياسة البحث العلمي التي تهدف إلى ضمان الانسجام والتماسك في الرؤية الشاملة لهذه السياسة حيث نولي اهتماماً بالغاً له باعتباره رافعاً للإنتاج البحثين والكوادر في العديد من القطاعات وأطالب الأسرة الجمعية بهذه المناسبة ببدل كل الجهود للرقيب الجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية المتقدمة وذلك بتكوين طلبة قادرين على إنجاز أبحاث علمية مبتكرة وذات جودة وبراءات اختراع إنه بات من الضروري إعادة التفكير في تأهيل التكوينات في الدكتورة من خلال احتمال استراتيجية شاملة تضم كل الفاعلين لتكفل الأمثل بالاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات من كفاءات عالية التأهيل سيدات والسادة إن دفعة الناجحين في مسابقة الطب الإقامي لسنة الجامعية 2021-2022 ستعطي دفعا جديدا لتقطيع الكمية من الأخصائيين الطبيين عبر مناطق الوطن كما ستساهم إلى حد ما في تلبية الاحتياجات للتخصصات النادرة وعلينا مواصلة الجهود لتحسين جودة ونوعية التكوين في العلوم الطبية بالعمل الدائم والتنسيق الوتيق مع مصالح وزارة الصحة لتوفير الظروف البيداغوجية لتكوين لا سيما منها أماكن تربص إن هذه الإصلاحات تنام عن إرادة قوية ورسخة نابعة من قناعتنا أن خدمة أهل العلم شرف والاستماع والتكفل التام بانشغالتهم واجب علينا وختاما أجدد لكم أنتم الناجحون في هذه المسابقات تهاني الخالصة ونسأل الله تعالى أن يوفقكم في مسيرتكم الدراسية والبحثية خدمة لهذا الوطن الغالي بإخلاص وجد متمنيا لكم التوفيق والسداد في حياتكم المستقبلية وأن تستفيدوا من تجارب الطلبة في هذا الطور الذين سبقوكم بالتجربة والتكوين لمزيد من دعم الابتكار والإبداع العلمي كما أجدد شكري وامتناني لكل الذين أطاروا فعاليات العمليات التحضيرية للمسابقات وسيرها إلى نهايتها وسهروا على إنجاحها بكل شفافية وإنصاف أشكركم على كرم الإصغاء ورمضانكم كريم وتقبل الله منا ومنكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته